بالخير بالحب بالطيبة الدنيا بكم تحلى احنا العرب احنا مهد الديانات ورسلات السماء ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على خير البشر اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم فحلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها عن قصة توقيع أحمد فتوح للنادي الأهلي رسميا لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في بداية الأمر عايزة أتكلم شوية قبل ما نخش على تفاصيل الصفقة رسميا اللي تم الإعلان عنها النهاردة الـ 22 نوفمبر بمسؤول من نادي الأهلي كبير جدا أعلن رسميا انضمام أحمد فتوح للنادي الأهلي ولكن عايزة أقول لحضراتكم أن أحمد فتوح أفضل خيار أفضل خيار للنادي الأهلي في حال رحيل علي معلول أو اعتزاله زي ما احنا عارفين أن علي معلول فاضل في عقده مع النادي الأهلي موسم واللي أنا أعرفه من داخل النادي الأهلي أن النادي الأهلي ناوي وبكل ثقة أن معلول يكمل الموسم اللي فاضله ويعتزل ما بين جمهور وما بين جدران النادي الأهلي والنادي الأهلي فكر في بديل يكون قوي ومناسب لي خصوصا في وجود كريم الدبيس اللي علي معلول أعلن رسميا أنه هو ده خلفتي في الملاعب المصرية النهاردة رسميا أحمد فتوح أصبح لاعبا في النادي الأهلي رسميا أحمد فتوح وافتكروا الكلام ده أصبح لاعب في النادي الأهلي رسميا تم الإعلان عن الصفقة رسميا النهاردة سراً 22-23 بعد مفاوضات استمرت لعدة أشهر أحمد فتوح وقع عقداً مع النادي الأهلي لمدة موسمين ونصف بقيمة 5 مليون دولار في الموسم الواحد يعد فتوح أحد أفضل لاعب الزهير الأيصر في مصر وقد لعب مع الزمالك لمدة 5 سنين متواصلة حيث فاز بلقب الدور المصر مرتين وكأس مصر مرة واحدة بعد انضمام فتوح إلى النادي الأهلي حيبق إضافة قوية للفريق حيث سيعزز خط دفاع فريق النادي الأهلي ويمنح المزيد من الخيارات الهجومية نعم رسمياً فتوح أهلاوي في 19 نوفمبر 2023 أعلن النادي الأهلي المصري عن تعاقده مع الزهير الأيصر أحمد فتوح من نادي الزمالك مقابل 20 مليون جنيه مصري في الموسم فتوح البلغ من العمر 27 عام هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه وقد لعب دوراً أساسياً في فوز الزمالك بلقب الدور المصري في الموسم المواسم الأرباع الماضية ومن المتوقع أن يمثل فتوح إضافة قوية لصفوف النادي الأهلي وهذا سيساعد على تعزيز دفاع النادي الأهلي في الموسم الجديد طيب كمان الكابتن خالد الغندور بيعلنها أحمد فتوح رسمياً في النادي الأهلي كشف الكابتن خالد الغندور يعني نجم نادي الزمالك السابق في قناة نادي الزمالك عن انتقال أحمد فتوح ظهير أيصر الفريق إلى النادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة قال فتوح قال الغندور على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أحمد فتوح كان قد طالب مسؤول الزمالك بحصوله على 60 مليون جنيه كاش من حد تعاقد و55 مليون جنيه في الموسم الوحد وأضاف فتوح لم يتلقى أي عروض من الدور المصري سوى من النادي الأهلي بعد تراجع نادي الزد عن الصفقة عن التعاقد مع اللاعب مؤكداً نادي برمج زلديه القدر المالية على التعاقد مع فتوح ولكنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب في ظل وجود محمد حمدي وكريم حافص وقال كمان النادي الوحيد في مصر الذي يرغب في التعاقد مع أحمد فتوح هو النادي الأهلي مضيفاً الأهلي حيمض اللاعب في يناير المقبر لينضم للفريق في نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر وقال كمان هناك سأف تعاقدات مع الأهلي ولكن من الممكن أن يدفع لللاعب الراتب الذي يريده خاصة أنه سيتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر وأكد كمان كل الطرق تؤدي إلى انتقال أحمد فتوح إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل ده بالنسبة لكلام الكابتن خالد الغندور من موقع صدى البلد الزمالك بيعمل إجراءات عاجلة حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح في يناير أكد أحمد عسام المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أنه تم إبلاغ أوسيريو المدير الفن السابق للفريق الأول بشكل رسم بإقالته وتم تحديد يوم الأربعاء الماضي لعقد اجتماع لحسم الأمور المتعلقة بمستحقاته ولكنه لم يحضر وحددنا يوم الأحد الماضي ولكن لم يحضر أيضا ثم فجئنا بوجوده في اتحاد الكرة وطابع سالم خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامج بلاس 90 على قناة النهار تم تحديد معاد جديد اليوم السلساء لحضور وأبلغنا اتحاد الكرة بالأمر وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك لم يتم النقاش حول إمكانية طلب المشاركة في السوبر المصر الجديد وقرر عرض السلسي للبيع نهائي وتحديدا بعد انتهاء التحقيقات وإيقافهم شهر وبعد انتهاء الإيقاف الجهاز الفني له رؤية حول الاستعانة بهم من عدمه اختتم حديثه حل تلقينا عرضا من النادي الأهل للتعاقد مع فتوح سوف يتم مناقشة الأمر من مجلس الإدارة وإجراء تصويت وتحقيق أقصى استفادة ولكن حاليا لا نسبق الأحداث في هذا الأمر ده بالنسبة للمتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وكيل فتوح بيؤكد لا توجد مفاوضات من بيرامتز المفاوضات الأولى مع اللاعب من النادي الأهلي ورغبة اللاعب هي البقاء في الزمالك ولكن بتنفيذ طلبته أكد سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالنهاء لم تحدث أي مفاوضات مع بيرامتز المفاوضات الأساسية هي من النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية وإن كل ما يصار حول هذا الأمر غير صحيح أضاف عثمان أضاف سمير صلاح في تصريحات إزاعية لراديو تسعين تسعين مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الباب مغلق حول ملف إمكانية انضمام أحمد فتوح للأهلي في الوقت الحالي واحتمالية انضمامه للأهلي لن تكون صعبة المفاوضات كانت من جانب وسطاء فقط وليست رسمية وكشف وكيل فتوح آخر تطورات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وجود مجلس إدارة جديد للنادي قائلا رغبة أحمد فتوح الأولى هي البقاء مع نادي الزمالك واللاعب لديه مستحقات قديمة يجب دفعها في البداية قبل الحديث عن التجديد أضاف سمير صلاح هناك جلسة حدثت مع عسيل لبيب رئيس الزمالك الحالي قبل الانتخابات بإسبوع واتفقنا على بعض الأمور ولكن كل الجميع أخل بالكلام في نهاية الأمر لكن يا صديقي بين وجهة نظري أنا التي ليس أس... لا يعني أي أس... يعني يعني من وجهة نظري أحمد فتوح وقع موسمين ونصف في النادي الأهلي بحسب مصادر من داخل النادي الأهلي وأحمد فتوح هي مسألة وقت إحنا في 11 خلاص كلها شهر وكل حاجة هدبان سواء بالتوقيع لنادي الزمالك أو بالأخبار اللي إحنا بنقولها إن فتوح وقع للنادي الأهلي ده اللي إحنا هنعرفه الأيام اللي جاي لكن من وجهة نظري أفضل بديل لعلي معلول هو أحمد فتوح ومن وجهة نظري أيضا أسباب أسباب عدم توقيع فتوح لنادي الزمالك حتى الآن ليست أسباب مادية على فكرة هو انتقال اللاقب للنادي الأهلي اللعب بيحلم إن هو ييجي النادي الأهلي بيحلم اللي هو يلعب كاس عالم أندية اللعب بيحلم اللي هو يلعب دور أبطال إفريقيا اللعب بيحلم اللي هو يشارك في بطولات قوية مع النادي الأهلي كل يعني في الموسم 7-8 بطولات ولكن هي دي طبيعة قرة القدم وهي دي الانتقالات وهي دي ما عادش أجماعة في انتماءات خلاص ما فيش حاجة حدش يكلمنا على الانتماء دلوقتي الانتماء أصبح ليه التاريخ وليه الجنيه فأحمد فتوح بدور على مستقبله دي حاجة ما تعبش اللاعب ولا تزعى الجمهور نادي الزمالك ولا تفرح جمهوري النادي الأهلي اللاعب خلص عقده عاوز ينتقل لنادي تاني يا ألف مرحب عايز يجدد مع نادي الزمالك يا ألف مرحب محدش بيضغط على حد ومحدش بيفرد حاجة على حد في النهاية صديقي أتمنى من الله أن الحلقة تكون عجبة حضراتكم ادعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل أخبار النادي الأهلي أول بأول بشكرك يا صديقي أن انت كملت معايا الحلقة للنهاية أشوفك على خير مع السلامة